اليوم بدنا ندو عسل الهلوسة او hallucinatic honey او mad honey المعروف من نيبال اللي ما بيعرفني انا جوني ابو الجايلي مهندي زراعي وصاحب شركة جار honey انا شغلت النحل والعسل وبتضوك عسل من كل العالم وبعطي رأيي وبعطيه نسكرات اليوم في عنا عسل الهلوسة هيدا العسل المشهور كتير والاخي تضج كتير بس مش كتير في منه لانه نادر هيدا العسل من نيبال medicinal mad honey الباكتجين كتير حلو يعني عن جد اللي ما بيعرف عن عسل الهلوسة شو هو النحل اول شي تنجح الاساس النحل مطرح ما بنحطه شو في حوالاه بياكل وبالنبال بالجبال العالية فوق ال3000 متر 2500 متر حسب الارتفاع في عنده النحل بره هونيك بيطلعوا بيقطفوه يعني هؤلاء العالم اللي بتشوفوه بيطلع على السلهم بيعدوا حياتهم للخطر وبيقطفوا العسل وبيعصرون بيديون هادول بيكونوا عم يجيبوا الماد هوني او عسل الهلوسة نحل هونيك بيكل من زهرة الرودودندرون وهي نوع من الزهرة فيها توكسن هايد المادة الفعال اللي فيها هي اللي بتخلينا تعطي هايد الاحساس بالهلوسة او ما بعرف هلأ بنجرب سوا شو الاحساس اللي بتعطي بس يقال انه هايدا عسل هلوسة معقولة تضوخو معقولة تغيبو عن الوعي معقولة تنامو يومان ثلاثة بالفرشة فبتكن تنتبهو كتير هايدا مش عسل عادي ازا حدا بدو يجربو ينتبه كتير منيح يبلج بيدوز خفيف وبعدينه يطلع شو شو ما نعتبره عسل لانه عن جد فيه كون خطير بليز انتبهو كتير منيح بس وبتكن تجربو الماد هوني اول شيء الباكيجين كتير رائع هيك اوثنتيك خلينا نشوف شو فيه بقلبه فيه بقلبه مطمئن صغير 250 جرام ماد هوني وفيه بقلبه ورقة شو هي الورقة اوكي انه مبروك جربوا العصر بلا 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 هيدا مقطوف من 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 اعائل الجبال من النبال انتبهو انه كيلو عروي كذا 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 ماشي ياط ماد هوني وايد ناتشرل سيداتيذ 250 جرام تنشوف شو ما اكتوبة لها وايد فلورل يعني من الازهار البرية انباستورايزد عسل رو مانم سخان تستد اند سيرتيفايد وسستينبل كتير منيح حلو 100% بيور نيبالي ماد هوني يعني عملو لنا انه معقولة العاصل بقلبه يكون محمد او مخمر شوة صغيرة لانه رطوبة كتير عالية فيه ما لازم نزيد فوق الملقة واحدة بال 24 ساعة هالقد لازم ناكل وفيه السيفتي جايدز على الويب سايت تابعولون رائع العاصل ماد هوني بيشفي كتير من الامراض وفيه بقلبه غريانو توكسن متل ما قلتلكون بيحسسكن انه بتروقوا وبتحسوا بيوفوريا وبيشيل استرس بيشيل الاوجاع بيشيل انكزايتي والانسوميا بتصيروا تناموا ممنح حلو 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 يلا خليانشوف انا محمص كتير كتير لذوق هذا العاصل بيجي بقلبه واحدة من هونة مسكرتو كتير العاصل اوه كتير العاصل الماي كتير كتير يعني كتير ويرد ريحته منه عسل ابدا ريحته بولن اللي بيعرف بالنحل والعسل والبولن ريحته كتير بولن البولن يعني حبوب اللقاح الموجودة بالطبيعة بدبلش من العسل يعني ريحة منه عسل ابدا منه سويت ريحة هيك تقيلة وريحة بولن تماما إلا ما بيعرف كيف ريحة بولن ريحتها ايرثي مثل تراب هيك شيء يالله خلينا نبدلش رح شيل شوي من المرتبان تفرجيكم التكسشور تبعه لايكوا لايك كتير ماء يعني ما بيعرف كيف بعد ما تخمر هيدا اكتر مرة بشوف ماء سائل فيها يعني متل الزيت متل الزيت جمالا بس تعلر طوبة طبع العسل بيصير تكسشور تبعه متل الماء هو العسل نحل بيجيبه من من النكتار طبع الزهر بيكون طير طوبة عالية بس بيجيبه على الخلية بنشف العسل وبيصير سميك طي يحفظوا لفترة طويلة فهيدا العسل بشك انه ما يحمد بشكل سريع رح حط شوي بالصحون لاشوف لونه مزبوط اوكي لايكوا لونه كيف هو لونه امبر فاتح شوي وفيه بقلبه هيك متل ترسبات خلينا احكوا شوي صغيرة بركة مرسب شي تحت بركة والله عم جلجق الدنى جواية الدنى اكره شي عندي انا انه دبق بالعسل وهيدا الشي اللي عم سيرون معي في بقلبه هيك متل اشوة متل شي مخلوط ما كأنه ااخد بعضه هيدا العسل طيب رح اخطه منيح منيح وقالين انه تناكل ملقة واحدة صغيرة فقط لا غير رح اكل انا ملقة كبيرة ماشي الحال لانه معود على العسل خلينا نشوف يلا ميديسن الماد هاني او عسل هلوسة خلينا ندوقه سوا والله بلاشت هلويس قبل ما دوق ووو ووو واو طعم كتير غريبة مش طعمة عسل اول شي طعمة حبوب لقاح كأنكم عم تاكلوا الطراب كأنكم عم تاكلوا بولن مخلوط بعسل وماء بالاخر بتجي للسويتنس تابعولو واو طعمة عسل ازهار بالاخر هلأ هم تطلع بس اول شي ما طلعت ابدا حد شوي بيحرق هون الازلعيم ما بعرف اول ملأة هيك كأنه خطتني كأنه عيوني هيك زيغو ما بعرف ازا هيدا شي نفسي ما معكي ناكس دبقت كل الدنيا ماشي الحال رح ننطر شوي على ونشوف شو الإفاتة بقولو بما انه هون جبايت الصحان وكل شي يالله رح اكلهم هودول لحظة صغيرة بليز يلي عم يدوع الاول مرة ما يأكل اكتر من ملأة مش هيدا الملأة صغيرة بليز لانه الجسم معقول يتفاعل على لاب بشكل كبير انا رح او قلبي وااكل هيدا الملأة التانية كتير غريب كتير ما بف ازا وصفت لكم اياها مضبوط طعمي ما انه سويت ابدا بالاخر بتصير سويت طعمة بولن طعمة تراب طعمة ايرثي طعمة خشب واو يعني ما بزن واحد بيأكل العسل هلوسة بس لانتولي عبالي ويأكل عسل وطعمته طيبة لا عسل هلوسة بيتاخذ لا سبب معين او بتكون جربوه او بتكون تنشفوه من الامراض متل ما عم يقولو بس كطعمة عادة اوكي اول شي حرق الازلعيم شواء هلأ كأنه عم تنزل هون الحرارة على صدري كأنه هون هلأ صرت عم حس بحماوة رح سكر مرضان تما اتحمس ايكل اكتر هيدا هو العسل اللي اللي بيحب يشوفو وياخد منو نعم تعمل فوكس مش مشكلة السرقات ايش خمس دقيقة اقل شواء رح يكون فيديو شواء طويل لنعيش سواء كلها عبادة بالمناسبة اذا حبين تشوفو ريفيو طبعي على اليوتيوب بتشوفو بتفوتو على اليوتيوب بترجع على ورا بتشوفو كل الفيديويات اللي انا مجرب فيهم عصر في كتير بعض عسل بعد ما جربتون لازم جربون واعطي السكور طبعولو اجمالاً ضوء العسل وبعطيه السكور ضغري وهيضا هيك لح اعمال بالعكس بس عكس يمكن بلشت ضيع بلشت هلويس بس غير عن الفيديويات الاخرين انه هيدا بدنا انطر شواء نشوف المفهول تابعولو بالنسبة للتكستير تابعوه او السماكة تابعوه وبعطيه صفر لانه هيك عصر ما اقولي حميد بالنسبة للطعم تابعولو اللي بيعرفني كتير منيح بيعرف انه انا بحترم كل انواع العسل بالعالم المهم تكون طبيعية المهم يكون الواحد شغله مزبوط هيدا نقطة ضعف فيه انه ارتوب كتير عالي مش مشغول صح بس انه منحترم لانه طالعين الجماعة وقطفينه من الجبل فماشي الحال ما عم يتحكموا بالنحلات كتير بعطي هيدا العسل على طعمته سبعة فاصلة خمسة بالنسبة للطعمة الباكيجين كتير حلو اوكي صلي عش دقائق يمكن اكل هالعسلات اول شي حسات بحماوة هون بعدين الحماوة نزلت نزول هلق رايحة الحماوة صار جسم كله عم يعرق كأن يعني شوبت كتير هلق انا شوى حاطيت الفوكس علي بيشوبنا اكتر بس اي شوبت كتير يبكن بيعطت الحماوة للجسم و بيعمل شي بزلعيم مش كأنه عم يجعوكم زلعيم كون كأنه هيك في شحرقة في شي هون علا صاروا زلعيم شوى كأنه فيون شي مش حريق هيك تقلو كأنه حش هون بزلعيم فاين يمكن يمكن وكأنه عم حز انه عم يزوغوا عيوني لا اكيد 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 في زوط عيون مش معقول الفي طبعه كتير سريع يعني انا اتوقعت انه دوقه ما يصير شي يعني بعد ساعة مثلا نحس بشي معين لا يعني الفي او المفعول طبعه عم يجعو ورا بعض يعني اول شي الشحرقة هون الحماوي جسم كله شوب زوغة عيون اكيد مليون بالمية يعني ما بعرف متل كأن كن تعبانين هيك اشتغلته كتير وعم يزوغوا العيون هيك حاسس هالله بس بعد ما في شي لا هلوسة ولا ولا شي تانه رح 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 لحويس اكتر الصحن بيقوله 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 انه المفعول طبعه بيبلش من النصف ساعة لساعة ومعقول يمتد لثلاثة ايام اذا واحد عمل افردوز اكل كتير منه معقول يصير تلع نفسه يستفرغ يصير معه هانج اوفر يعني الفيه طبعه متل الكحول متل ما بعرف متل شي تانه كمان بس دهلق صراحة كل ما اكل اكتر كل ما عم حبه اكتر يمكن لانه تعودت عليه وعم تطلع لسويتنس معي هلق بالاخر اوكي فيه تنميل باللسان اذا مني غلطان فيه تنميل باللسان ما حسيت فيها غير ما اكلت هلق او دول اللي بقي هون اكيد عم بعمل اوفردوز ما بنصح ولا اي حدا يأكل هلق ماد هوني او عسل هلوسة لانه ما اقول يسبب له قصص تانه هلق العسل هلوسة قلتلكون بيجيبون نحل من نبتة بتزهر اظهار كتير حلوة اسمها نبشوا على الانترنت شوفوا الزهر طب اولا هيدول الزهر ما في منهم غير بالنبل وفي بعض المناطق يمكن في تركيا في منهم بس كتير مشهور هيدا العسل بالنبل يمكن اكبر منتج العسل هلوسة بالنبل ومثل كل الاعسال بالعالم في كتير اعسال مخشوشة بينغش كتير العسل وفي كتير احتمال انغش العسل وخاصة الماد هوني او عسل هلوسة يعني احنا بس نقول في بقلبه هيدا كل منطقة وكل ارتفاع فيها هيدا يعني معقولة هيدا العسل يكون فيه توكسن كتير خفيفة معقولة فيه عسل ينقطب يكون فيه توكسن او المادة الفاعلة كتير قوي يعني قدش عاش مرتبين فما فينا نعرف هون مش كتبين على المرضبان قداش فيه توكسنز قداش قوتوا للعسل مش حطين شي منه فما منعرف يعني اكيد فيه شي اقوى منه وفي شي اخاف منه ما فيه نعرف و هيدا هيدا النبتة لتلكم بس تطلع بالنبال يمكن بتركيا بعض المناطق وبتم قطف على يعني على كذا ارتفاع وكل ارتفاع فيه المناطق يعني النحل اذا حطينه مثلا هون بود يروح يأكل الازهار اللي حولها على 2 كم مثلا اذا حطينه بمنطقة تانية فيها ازهار اكتر من هادي راح يكون فيه عنا نسبة مركزة اكتر من هادي التوكسن اللي هتعطينا مفهول اكتر اوكي ما بعرف اذا عم بحكي كتير اذا شوية هيك تقل لسانة يمكن يمكن صلنا شي عشر دقايق اخذ العصال او ربع ساعة اوكي بس لا اوكي هاو دول العوارد اللي قلتلكون عنن قطعوا يعني ما عاد حسايت شي هون جسمة شوية بلشكول بس كأنه شوية تقل سانة هلا بس بس ما في شي غير ما بعرف اذا لازم واقف الفيديو هون وبنتر شوية صغيرة وبرجع لكم بعد شي نصف ساعة بشوف اذا صار في مفعول تاني ولا لا ورجعت لكم بعد اربعين ديئة تقريبا صلي اربعين ديئة اخذ عسل الهلوسة حسيت بشي كتير غريب اول شي اخذت ملع ارجات زيادة عن اللي كنت اخذن قبل حسيت هيك انه لازم اخذ بعض ما بعرف حسيت ما اعمل لشي كتير قوي مش متل ما كنت متوقع مش متل ما اسموا عسل الهلوسة اخذت ملع زيادة يمكن تقلت شوية حسيت شي غريب لمع هون راسي شوية صغيرة لمع راسي لمع هيك ضهر هيك مش مش منمى الجسم بس كأنه في شي بجسم عم يمشي في حماوة بجسمي في طاقة في طاقة معينة وكمان زوغت العيون زادت شوية صغيرة وهك تشل يعني رويق لايف اس جود ما في شي هاكي كأنه بيرويقون حنك بيتقل حنك شوي هلا مش عم بعمل مش عم روح مش عم بيجي تعارف شو الايفاكتة بقوله مضبوط بس اوبرول مش هلوسة متل ما بيقوله يعني واحد بس تقول هلوسة بتفكر رح يغطق على مطرح تاني وتهلوز ومدر شو لا بعتقد انا بوصفه بعسل كأنكن هاكي دخنته صيجار مثلا تقيل لأول مرة كأنكن شبته كسان كسان هاكي زهزه راسبون شوي هاك شي انا اوكي اوكي والكلمات باطلوا يجب بيبطق شوال بتقيت تفكير والحكي اكيد بيبطقوه او بطل فيه لينك بين بعضهم هادي عم نحكي بعدش اربعين دقيقة خمسة يعني اربعين دقيقة من وقت اخدت العسل هلوسة اكيد هيك بس اي بسميه انه مهد عصاب بيرخة مش هلوسة ابدا يمكن اسمه هيك بيحمس اكتر للواحد يشتري ويجربو وكل هادي الامور بس الشيز عجني كتير انه هادي اكتر مرة بدبق فيها بس اكل عصر انا اكره شي عندي نقطة مش نقطة اذا طلعت على المرطبان بكره حياتي هلا كلنا مدبق الطاولة كلنا مدبقة المرطبان كلو مدبق مبارف يعني هادي ماء مش عصر ماء شو بنا نحكي لكم عن عصر هلوسة افتر اذا 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 بعد هاكي قادر احكي يعني اخوم جرب اتحدث اتنا ااخد مفعول اكتر ايه متل ما قالتلكم اول مبلشنا انه عصر هلوسة بيطلع اه بيطلعوا ليشه اول شي نادر وغالي هذا المرتبان تقريبا 250 جرام تقريبا 100 دولار حقه هالقد في شغل كمان صارت معي قبل وهلأ كمان يعني كيف إذا أنتم تقلين أكل وصار معكم هكي رفلو كأنه بيعمل شوية رفلو هكي بيطلع الأكل من هنا أنه مش أكل يعني بس بيعمل هكي شوية رفلو فعسل هيدا العسل ليش نادر وليش صعب إنتاجه لأنه الجماعة هونيكة بالنيبال ما بيربو نحل هاكمة الأفران التقليدية وبيطفل عصر متما نحن نقطفل بيروحوا بيمشوا مسافات كتير كبيرة من الضيعة للجبال الجبال كتير عالية أكيد يعني ما في طرقات واحد يصف في الصف بيك آب يأخذ معهم معدات سلائم لا بدون يمشوا مسافات ومسافات كيلومترات وبدون يأخذوا معهم السلائم اللي هن بيربطون مثل الحبال سلهم مثل الحبل يقدروا يربطون ويأخذوا فيه بها الأحراش يعني عن جد على أن نحن نحن نتقدر هذا العسل وطعمه طيبة وقطعته 7.5 على فكرة يمكن بعطيه بعطيه شواء أكثر يمكن كريمال الإكسبرينس طبعه إنه شو بيعمل بس كطعمة وكارتوبة هي نزلت للسكور بس كتير حلو البكاتجينج حلو إنه عم نجرب شي جديد يعني وبالنهاية متل ما قلت أنا بحترم كل أنواع العسل خاصة نزه طبيعية فإذا هذول الجماعة شفتوا شو عم يعمل هون إما عم يشحري كتير فهو هذول الجماعة بيروحوا مع كل ها السلالة وبيوصل على الجبال والنحل بيكون معلق بالسخور بالشجر عامل بات طبعوله يعني نحل نحل برة طي يقدروا يطلعوا يقطفوا بيولعوا بيولعوا نار لأنه بس تولي نار اللي النحل بيفكر فيه حريب يروح بياكل عسل بيبطل باله يا عصنا بس خيلوا أنتم عم ما تقربشوا على على هذول الحبال وعلى الشير وعم تقل ولبسين البدلة وعم تقطفوا العسل ومش طيلينه يعني يعني شي بيخوف أنا بدأ كل واحد ينبش على ماد هاني ميدسين الماد هاني هاليوسينياتين هاني أو عسل هلوسا يفوت شوف ريبرتاج عنه اللي ما بيعرف عنه يشوف نتسقف أكتر عن سقافة العسل ونعرف لاش هيدا العسل نادير ولاش غالي لأنه أول شي ما في منه والمكان الظروف اللي للعالم بيروحوا بيقطفوه كمان صعبة كمياته قليلة فمش نهائك منحترم ومنوجه تحيات لكل عالم اللي عم يبزله جهود بهيدا الموضوع طيب باعتقد باعتقد ها هي يعني جسد مبعاثه مشوّب زات الأفة ما زاد تقريبا لاحظونا ما بعرف إذا رح يصيره ساعة أقل شوان بظن هاده هي اكسبيرينس تير حلوة أكيد أكيد يوما ما رح روح على النبال جرب العسل هونيك وقارنو بهيدا أنا أكيد أنه رح يختلف لأنه كل منطق بتختلف عن الثاني ويمكن هيدا خفيف شوي هلأ هني حطين مالد ناتشرال سيرتب بس يمكن فيه أقوى منه على كل حال على كل حال هيدا كانت الإكسبيرينس تابولنا على بخلال ساعة قلت لكم شو الإكسبيرينس بليز يلي بدو يجيب من هيدا العسل ويجربوا ينتبه كثير منيح ياخد مرعة صغيرة منه وما تتقلوا منه لأنه في أخبار بتخوف شو صاير العلم معهم خاصة إذا أنتم مش معودين على التوكسنز مبارك بلا شكل معود على التوكسنز ينتبهوا كثير منيح باستخدوه كثير حلوة أكيد أكيد يوما ما رح روح على النبال وجربون وبرجع بدعيكم تفوتوا على الشانل تابعونا على اليوتيوب تشوفوا كل الفيديوز كل الريبيوز عن كل أنواع العصال وكتبونا بالكومنت أنه أي أنواع عصال بتقونينا نجرب نحنا نجرب عصال بقلب البلد وإنطرناشنلي فيكم تبعطونا نحيا لنا وعصال نحنا نجربه ونعطي الفيتباك تابعونا بكرة الصباح رح نزل فيديو صغير تخبركم كيف كانت النومة تابعولي وإذا كان هناك شيء غير إحساس غير طلالة وإحساس غير من بعد الساعة أكيد لن نفتح 24x7 هنا على الشانل فنزل بكرة فيديو صغير إذا حصلت معي شيء جيد وأعطيكم أعطيكم شكرا لكم لا تنسوا تعملوا تابعونا للشانل وعملوا لايكات للفيديو وكومنت وبتشكر دعامكم كلكون وإلا Parent شوفكم رأي الفيديو